اعملوكو النهاردة بيكان فرانش توست او الفرانش توست بالبيكان تعالوا نشوف ما قادرنا عندي اول حاجة 3-4 كباية لبن عندي 3-4 كباية كريمة عندي 6 بدات 3 صفار بيضة عندي 2 باكو فانيليا بودرة عندي شوية قرفة نعمة عندي لخليط البيكان بقى 6 معالق زبدة كباية سكر بوني 3-4 كباية ميبل سيرب وعندي بعد كده شوية ملح خفيف طيب الحلو ده سهل وسريع الضريف اللي فيه ان احنا بنعمل سوس كرامل بالبيكان او بأي نوع من الكسطرات عندنا وبنعمل التوست بطريقة الفرانش توست هنتبيره مع بعض وحنحمره بالزبدة على النار وباين هننزل فوقيه سوس البيكان فبيبقى شبه الكيكة شوية بس أسرع بكتير من ان احنا نعمل كيكة طيب انا بس عايزة اشيل التقصد دي عشان متتحرقش واول حاجة هنعملها مع بعض احنا عايزين نعمل القليط اللي هنحط فيه العيش هجيبه لها كديره هنزل فيها البيت كمان صفار البيت شوية قرفة بانيليا بودرة نقطة ملح واللبن والكريمة تعالوا بقى نفلتهم مع بعض كده الخليط بتاعي تخلط كويس جدا عايزين بقى نقطع العيش وننزله فيه طبعا لو نقدر احنا نعمل كده من بالليل ونسيبه لتاني يوم بجد طعم العيش بيفرق جدا جدا سكينه ها عايزة قطعه مش رايح روف عيه علشان مش عايزها تتحروق وعايزها تبقى شكلها حلو لما يتحط عليها صاص الكرامال انا بقى قطعه حطة قطعة كبيرة وحنزلها على طول في الخليط بتاعنا هننزل كل العيش بتاعنا في الخليط ده هنقلبه وهنسيبه لحد ما نعمل صاص عين الجمل او صاص البيكان مع بعض زي ما قلتلكم نقدر نستخدم اي انواع مكاسترات عمدينة المهم ان احنا نعمل منها صاص كرامال يتحط فوق الفرنش توسط بتاعيرو نبوسته على الفرن على ما العيش بتاعنا يتشرب من الخليط ده كويس ممكن نطلع المكارونا بتاعيتنا خلاص جاهزة بتاعيرو نطلعها وبعدين نكمل مع بعض مارس المشيز بتاعيتنا جاهزة عايزة اقول لكم ريحة الطاقم بتاعها بجد ما حصلش وتعيرو اول حاجة نبتدي بيها نعمل صاص الكرامال بالبيكان هاجيب كسرول على النار وحط فيها على طول الزبدة لحد ما الزبدة بتاعتي تغمق حسيح الزبدة بتاعتي على النار انا عايزها تغمق قبل ما ابتدي ازود لها السكر البني عشان نعمل صاص الكرامال اللي هنزود فيه المكسرات او البيكان بعد كده هنزلت بتاعتي بتاعتي تغمق هنزل دلوقتي السكر البني فيها ندالهم تقريبه مع بعض وكمان هنزل على طول الميبل سيروب بتاعنا وحطيبه مع النار خمس دقائق يفرمله والصاص بتاعنا يفرق ممكن دلوقتي كمان نزود نقطة قرفة صغيرة بتبقى عرحتها حلوة قوي مع صاص الكرامال وبرضو نقطة ملح ممكن ننقله بقى على نار هادية شوية وهنجيب حاجة تانية نعمل فيها مع بعض الفرنش توست على مصاص الكرامال يجا من تقليبة بس اضمن ان ما فيش خالص سكر لازق يحبق لنا الصاص هحط حت الزبدة على طول في التاسا وهنعمل واحدة واحدة على النار ممكن برضو لو نحب نحطهم كلهم في بايركس وندخلهم الفرن بشوية زبدة على الوش هيدو نفس النتيجة بس انا طبعا ايه عشان انا كنت عاملة المكارونة في الفرن فعشان كده قررت نعملها لكم عارضة الله هنزل التوست بتاعي اضمي هنحمر دول وبعدين هنقلموا بعنوش التانية ونحمر البقية مش عايزو حطون كلهم في نفس الوقت عشان مش عايزو أنزل درجة حرارة الحاجة اللي أنا بعمل فيها علشان تديها لون حالو وتدي للتوست لون كرامل هيا أجيبكم إن شاء الله نحاول ما نحركش التوست أو ما نحطه على النار لأن الفرنش توست ده تدبيلته فيها بيت فلو حرقناه التدبيلة اللي عليه دي هتروح مش هتاخد شكله والقواهم اللي احنا عايزينه أو اللون اللي احنا شايفينه ده أنا شايفة دول خلاص خذرون حالو تعالوا نطلعهم وهنجيب صاص البيكان المكرمل اللي احنا عملناه نحطه على وش الفرنش توست وطبعا أول ما حيبرد حيلزق في التوست حيديله طعم رهيب بجدق كانوكو عاملين دونتس في البيت بس بعيش توست